ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم عندما أعلنت حالة الطوارئ في قطاع غزة أكيد عدد كبير من القطاعات تضررت سواء قطاعات اقتصادية أو قطاعات عمالية أو قطاعات يومية يعمل عليها الأشخاص بشكل يومي هذا لمسناه وبشكل واضح في قطاع غزة وفي الشرع الفلسطيني من نداءات عديدة توجهت لوزارة التنمية الاجتماعية ولغيرها من الوزارات على سبيل أن يستطيع المواطنون في قطاع غزة قضاء ولو حاجتهم اليومية خائية للموضوع ما اعتقدش فيه للمرض بعد 21 يوم ظهور خلاص حتى لو تحدثنا عن موضوع مخصصات التنمية الاجتماعية التي بدأ الصرف بها اليوم في قطاع غزة وهناك زيادة لعدد ما يقارب 10 ألاف أسرة على البرنامج حتى لو تحدثنا عن المنحة القطرية التي تسد ولو الشيء البسيط من احتياجات الناس ومساعدات أخرى تصرف عن طريق الحكومة الفلسطينية هذا لا يعني أن قطاع غزة لا يمر بحالة اقتصادية صعبة وبحالة قاسية جدا يمر بها المواطنين بعد إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة والتي حتى اللحظة لا يعرف إلى أي مدى سيتم إعلان حالة الطوارئ يعني كلنا أمل بأن تقف بجانبنا العديد من المؤسسات وأطلقنا قبل أسبوعين نداء استغاثة لكافة الدول العربية والإسلامية بأن تقف بجانب الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الفيروس الخطير يعني هناك العديد من المؤسسات والجمعيات ساندت الحكومة وساندت وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمة للمواطنين داخل مراكز الحجر الصحي نعم يعني منذ اليوم الأول لافتتاح مراكز الحجر الصحي والتي بلغ عددها يعني حتى فترة قضاء 21 يوم السابقون كانت ما يقارب 35 مركز صحي متنوع ما بين مدارس وما بين فنادق وما بين مستشفيات ويوجد بها العدد الذي كان يعني يقضي فترة الحجر الصحي من المستضفين هذه المراكز منذ اليوم الأول قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتجهيزها من كافة المستلزمات الإغاثية من أغطية من أسرة من طرود صحية من مواد تنظيف يعني ما يقارب 43 صنف تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه المراكز متنوعة ما بين حليب أطفال ما بين عصائر ما بين حلويات ما بين مياه معدنية ما بين وجبات غذائية ما بين كافة المستلزمات الأولية التي يستطيع المواطن عندما يدخل مركز الحجر الصحي أن يجد كل المستلزمات التي يجدها في بيته نعم صحيح الموازنة لا تكفي ليست فقط وزارة التنمية الاجتماعية كل الوزارات التي تعمل بالحكومة أنت تعلمين بأن الحكومة الفلسطينية تمر بضائقة مالية كبيرة سواء كان أسبابها لانقسام الفلسطيني الذي حدث منذ العام 2007 أو الحصار الفلسطيني على قطاع غزة الذي بات ليست معروف له طريق حلول 14 عام وقطاع غزة يعاني من حصار خانق وكبير كل الاعتماد على الدعم الخارج الذي يصل لقطاع غزة الحكومة الفلسطينية تحاول قدر المستطاع أن فقط توفر الموازنة لتشغيل الوزارات للتشغيلات الأساسية الموجودة وزارة التنمية الاجتماعية لديها برامج عديدة تعمل عليها لخدمة القطاع غزة غير موضوع المخصصات التنمية الاجتماعية لديها عدد كبير من البرامج هناك برامج المساعدات العينية هناك برامج المساعدات النقدية هناك برنامج القسائم الشرائية الذي توفره وزارة التنمية الاجتماعية لما يقارب 23 ألف أسرة مستفيدة من هذا البرنامج في قطاع غزة يتم صرف هذا القسيم عن طريق السوبر ماركت تقريبا أربع دفعات بالشهر كل دفع على حسب عدد أفراد الأسرة هذا البرنامج كان عبارة عن برنامج الأغذية العالمية الذي كان يقدم المواد التموينية للأسر الفقيرة وتم تحويله إلى قسائم شرائية عن طريق السوبر ماركت صحيح يعني وزارة التنمية الاجتماعية لديها خطة يعني في حالة يعني لا سمح الله يعلنت حالة الطوارئ بشكل أوسع من هذا يعني لدينا خطة للوصول إلى 200 ألف عائلة تقريبا موجودة في قطاع غزة ما بين عمال ما بين متضررين ما بين أسر فقيرة يعني لديها الوزارة خطة شاملة بإذن الله الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة خلال الأيام القادمة بإذن الله موسيقى موسيقى موسيقى